كل واحد من حضرتكم دلوقتي دخل على الفيديو سواء بالليل او الصبح او حتى تاني يوم اضمن ان حضرتك كسبت معي النهاردة خمسة دولار. كمل معي عشان تعرف ازاي تستفاد بالخمسة دولار دي. حلقة النهاردة ان شاء الله حلقة كده من القلب للقلب. يعني جاي اتكلم معاك بطريقة سهلة وبسيطة ومش هتلاقي حد يقول لك المعلومة بالاسلوب اللي انا هقول لك عليه النهاردة. وهحللك كمان معظم او تقدر تقول تسعين في المية من المشاكل اللي بتوجهك في العمل على الانترنت بتطبيق بسيط جدا جدا جدا. هيساعدك في حل اكبر مشكلتين بتقابلهم كجمهور ربح من الانترنت. وهم سحب الارباح وكمان الشراء عن طريق الانترنت. لو انت عايز تشتري حاجة من موقع الفيزا اللي معاك ما بقيتش شغالة زي ما احنا عارفين المشكلة في مصر معظم في البنوك ما بقيتش شغالة ان انا اشتري حاجة على الانترنت كمان سحب الارباح من الانترنت. واكبر مشكلة بتواجه الناس وهي تفعيل البيبال. انا هحللك كل المشاكل دي في حلقة النهاردة من خلال تطبيق واحد بس. بالاضافة التطبيق اللي انا هشحولك النهاردة سهل جدا ان انت تعمل منه سحب وادع في لحد ما الفلوس توصل في ايدك. فانت لو مهتم تحل مشاكلك في الربح من الانترنت وتسهل على نفسك الربح او استلام الارباح بتاعتك مهم جدا ان انت تتابع معي حلقة النهاردة ومش بس كده زي ما قلت لك ان كل واحد من حضراتكم النهاردة هيكسب خمسة دولار. وكمان التطبيق بيديك فيزا الفيزا دي سواء بقى فيزا حقيقية تجي لك لحد البيت او حتى فيزا الكترنية او افتراضية تقدر تشتري بها من على الانترنت بدل ما تجيب الفيزا اللي هي هتجي لك على البيت لانها بتكون اغلى فانت ممكن من خلال التطبيق يكون معاك فيزا افتراضية تشتري بيها من خلال الانترنت وتشحنها زي ما انت عايز ببياناتك بكل حاجة وكمان هقول لك على طريقة تقدر ان شاء الله تحصل بيها على الفيزا دي بشكل مجاني الفرصة دي مش موجودة دايما ولكن ان شاء الله هتلاقيها في اقرب وقت فعايزك تتابع معي عشان تستفاد اقصى استفادة من التطبيق ومن الفيزا اللي هتحللك كل المشاكل بتاعتك هتلاقي طبعا رابط التطبيق مباشرة في وصف الفيديو ولازم تستخدم كود الدعوة اللي في وصف الفيديو علشان تحصل على الخمسة دولار دي هسيب لك رابط التحميل وكود الدعوة في وصف الفيديو. اهلا بيكم مرة يا شباب طبعا انا بكلمكم على التطبيق وعلى فيزا من اقوى التطبيقات اللي ظهرت مؤخرا واللي لها مستقبل كبير جدا جدا وانا بنفسي بدأت استخدمها وبقى عندي فيزا وحساب وبدفع بها معاملات كتير وكمان بحفظ عليها اموال وبعمل سحب وادعم بينها وما بين بشكل يومي تقريبا. فهتعالوا مع بعض نثبت التطبيق طبعا زي ما انتم شايفين ده اسم التطبيق رابط التطبيق هتلاقيه في وصف الفيديو وكود الدعوة مهم جدا عشان تاخد الخمسة دولار الهدية. هتلاقي برضو كود الدعوة في وصف الفيديو. فاحنا نثبت كده التطبيق مع بعض. ممتاز جدا يا شباب. بعد ما بتحمل التطبيق بيفتح قدامك بالشكل اللي انت شايفه ده. وزي ما اواضح قدامكم الميزات كمان يديك فيزا ممكن تسحب من اي صغرف الى في اي حتة في العالم اهو مقبولة في جميع انحاء العالم. هنبدأ كده ندوس على كلمة تزغيل الدخول. طبعا انا مش عندي حساب. فيبدأ اعمل حساب جديد كن بانشاء حساب على وبشكل سهل جدا ممكن تسجل عن طريق جوجل مباشرة. هتعمل حساب عن طريق جوجل مباشرة. انا بفضل انشاء حساب هضغط عليها كده وبدأ اسجل عن طريق رقم التليفون او الايميل وكلمة سر. بعد ما بتدخل رقم التليفون وكلمة السر عندك هنا رقم الاحالة كاتب لك اختياري. اضغط على كلمة اختياري. وابدأ اكتب الاحالة او كود الاحالة اللي هكون تسابه لك في الوصف. وبعد كده هتعلم على الاحكام والشروط وتدوس على التاني. بيقول لك احنا بعتنا لك رمز على رقم التليفون اللي انت كتبته. من فضلك اكتب لنا رقم التليفون او الرمز اللي جاء لك على رقم التليفون. دخلت الكود يا شباب. وبعد كده حولني على الحساب قليك خلاص انت كده انشأت الحساب بتاعك وزي ما انتم شايفين خلاص اصبحت معايا الخمسة دولار في الحساب بتاعي. الخطوة اللي بعد كده ادوس على التلات شهرة اللي فوق دول. زي ما حضركم شايفين. واول حاجة لازم تعملها طبعا كلمة تحقق لم يتم تقديمه. معناه ان حضرتك مطلوب منك انك تعمل تحقق للهوية بتاعتك. لان انت بتتعامل في فلوس. زي ما زي حسابنا في نازم تعمل تحقق للهوية. عشان يعرفه انت مين? وكمان تحافز على فلوسك. فانت اول حاجة بتعملها بتضغط على تحقق وتبدأ تتبع خطارات التحقق. بتدخل البلد الاسم بتاعك كامل. كتبه طبعا باللغة الانجليزية او باللغة العربية ما فيش اي مشكلة. تاريخي الميلاد نوع الوثيقة بتختار الوثيقة اللي هي بطاقة التعريف رقم الوثيقة اللي هو الرقم القومي بتاعك وتبدأ تكمل خطوات اثبات الهوية بشكل سهل جدا اللي هو بوش البطاقة امامية وخلفية وممكن كمان يطلب منك مع البطاقة او تصور الواجه الامامي وتعمل صورة سيل في نفسك. يعني الموضوع بتاع توصيك الهوية سهل وبسيط والفيزا والموقع او التطبيق بيشتغل في كل الدول. نرجع مرة تانية للصفحة الرئيسية للتطبيق. عندنا حاجة هنا يا شباب اسمها اداع. لو انا عايز اعمل اداع في المنصة. عندي عملة عندي والدولار العادي. عندي كمان السحب. لو انا عايز اسحب من المنصة زي ما انت شايفين تقدر تسحب منها وتعمل اداع عادي زي اي منصة ما فيش اي مشكلة. طبعا مش تقدر تعمل اي حاجة الا بعد ما توصق الهوية. المهم جدا 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 والمفيد واللي انت يازم تعمله مباشرة مع توصيك الهوية وهو البطاقة. بطاقة الهوية اهي يا شباب. عندك بطاقتين. بطاقة افتراضية اللي تلك عليها ودي تكلفتها عشر دولار. وبطاقة مادية بتجي لك لحد باب البيت ولكن دي تكلفتها مية دولار. انا شخصيا باعتمد على البطاقة الافتراضية. اللي هي بعشرة دولار ودي اللي انا طلبتها. عملت شحن وادع في الحساب بتاعي بقيمة عشرة دولار. وطلبتها. طب الخمسة دولار دي ايه وظيفتهم او هستفيد بيهم ازاي? الخمسة دولار يا شباب دي وظيفتها ان حضرتك تقدر تشتري بيها من خلال المواقع. يعني انت اللي مطلوب منك ان انت تعمل اداع بعشرة دولار او حداشر دولار عشان يكون معاك هنا رسلية خمستاشر. بعدها تبدأ تطلب البطاقة بتاعتك اللي هي البطاقة الافتراضية دي يا شباب تخصش على كلمة البطاقة. تطلب البطاقة الافتراضية. هتتفعل معاك البطاقة هتدخل اسمك اهو يا شباب لقد رغطنا كده على طلب بطاقة. الاول بيقول لك تعمل التحقق بغير الالكتروني هتضيف ايميلك عشان ايه تأكد او تأمن حساب بتاعك اكتر التحقق من الهوية دي برضو الخطوة اللي بعد كده. بعدها بيبدأ يقول لك اكتب اسمك اللي احنا هنكتبه على البطاقة ويبدأ يديك بيانات البطاقة بتاعتك. بعدها بتلاقي البطاقة موجودة في حسابك وهوريك دلوقتي في الحساب بتاعي وتبدأ تعمل شراء بيها وتقدر كمان تفعل بيها حساب البي بال. هروح للحساب بتاعي كده ونشوف مع بعض المعاملات وهوريكه كمان البطاقة. هذا يا شباب الرصيد بتاعي او الحساب بتاعي في الرصيد اللي معي دلوقتي واحد وستين سنت فقط وده لاني عملت معاملات اخيرة كان معي حوالي اربعين دولار. طبعا ادي المعاملات اللي ممكن تعملها اداع وبيتكوين واسرم وخلافه. وادي خانة الاداع وخانة السحب. نروح الاول كده دي البطاقة نضغط عليها كده يا شباب. ادي البطاقة بتاعتك. طبعا الارقام بتكون اه مش ظهرة. لازم تضغط على علامة العين دي يا شباب عشان تظهر الارقام بتاعتك. ولو دوسنا كده في اي مكان هتلاقي البطاقة لفت معاك. علشان يزهر لك وصلاحية البطاقة وطريخ انتهاء الصلاحية. عشان تأكد بيه عملية الدفع بتاعتك على مواقع الانترنت او الشراء اللي انت بتعملها. البطاقة شغالة في كل المواقع. في كل المواقع تاقيما فيش موقع مش شغالة فيه. ده كمان غير الادع والصحب اسهل بكتير يا شباب. نضغط كده على المحفظة. وندوس على كلمة اداع. هتلاقي مسلا انا عايز اعمل مسلا اداع يو اس دي تي. يبدأ قولك عايز تعمل اداع ازاي? عن طريق دفع او عن طريق العملات دي. اللي هو مسلا شبكة بتدوس مسلا على شبكة لو انت حسابك او لو انت ما عندكش حساب في بتاخد رقب المحفظة ده كده كوبي. وتبدأ تروح للمحفظة بتاعتك وتعمل اداع. طبعا الحد الادنى للاداع هو واحد دولار. مهم جدا ان انت تعمل البطاقة دي صدقوني آآ مفيدة جدا هتفيدك في حاجة كتير خصوصا تفعيل سحب الارباح من المواقع يعني انت ممكن تاخد رقم المحفظة ده وتروح تعمل سحب ارباح من اي موقع. ولو انت عندك حساب في باينانس وانت مسجل من خلالنا في باينانس الاداع بيكون سهل في البطاقة. هدوس كده دفع وابدأ اكتب الرقم اللي انا عايز اعمله اداع مسلا واحد دولار عشان اجرار معاكم. وادوس اشحن رصيدك الان. هيحولني مباشرة على تطبيق ازا انتم شايفين كده. وادغط على كمة المتابعة. هبدأ اعمل التحقق عشان ااكد الاداع اللي تم الدفع بنجاح. كده انا عملت اداع خلاص في اهو. حتى اتجري ايه? اعمل رجوع كده. تم الاداع يا شباب. نرجع للصفحة الرسية اهو. الرسيد بتاعي بقى كام? واحد دولار وستين سنت او واحد وستين سنت. كده انا عملت عملية الاداع خلاص في واقدر استخدم الدولار ده في الشراء في اي حاجة انا عايزها من خلال البطاقة لان الرسيد بقى موجود في البطاقة. لو دوسنا على البطاقة هتلاقي كاتب لك متاح للانفاق فوق كم? واحد دولار بوينت تسعة وخمسين. تقدر تستخدمهم في الدفع على المواقع. ده بشكل بسيط كده استخدماتها تقدر تفعل بها زي ما ترى كده والدفع في حسابك على وتقدر تدفع بيها من خلال لو فيها رسيد مسلا وانت عايز تسدد في احد المواقع عن طريق تقدر تستخدمها في الدفع من خلال الفيزا مهمة جدا بسيطة جدا هتساعدك على سحب الارباح هتساعدك على دفع الاشتراكات او اشتراك من خلال التطبيق. يعني اعتبارها كده بديلة. هتلاقي رابط التطبيق وكود الدعوة ووصف الفيديو بشكل مباشر. لو عندك اي سؤال سيبوا فيه التعليقات وطبعا تقدر تسألني برضو عن الفيزا في جروب التداول. انها ليه علاقة بالتداول والدفع او سحب الارباح. شوفكم ان شاء الله في حالة جديدة. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.